أزمة سيولة خانق ووضع اقتصادي صعب رغم إعلان المؤسسة الليبية للنفط عن استئناف بيع النفط الليبي وزف البشرى أنه بإمكانها رفع الإنتاج اليومي إلى 600 ألف برميل في غضون أربعة أسابيع وإلى 900 ألف برميل بحلول نهاية هذا العام من حوالي 290 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي جاءت بشريات المؤسسة الوطنية اعتمادا على زعم فتح موانئ الهلال النفطي وفتح الصمامات والأنابيب لحقول منطقة الجنوبية الغربية ورغم كل هذه الانفتاحات فيما تعلنه المؤسسة وتعده إنجازا إلا أن المواطن ما يزال واقفا أمام المصارف ينتظر السيولة لساعات طويلة وغالبا ما يرجع بدونها حكومة البعثة المقترح وعلى لسان رئيسها فايز سراج في آخر ظهور إعلامي لها حاولت انتصاص غضب الشارع على ما يبدو بالفعل مشكلة السيولة مشكلة تؤرق المواطن وتؤرقنا احنا كمجلس رياسي لكنها لم تزد على توصيف الإشكال وتعليق الأزمة على كاهل المصرف المركزي ومطالبة البرلمان الملحل بتعين محافظ جديد للمصرف بديلا عن الصديق الكبير الذي قال عنه السراج إن ولايته قد انتهت ورغم انتهاء ولاية الصديق الكبير إلا أنه يبقى الرقم الصعب لا يتعامل مع حكومة المؤتمر الوطني ولا يسمع لحكومة البعثة المقترحة ولا يتعرض لأدنى مساءلة من البرلمان الملحل من جانب آخر يرى خبراء اقتصاديون أن العمل على رفع الدعم عن المحروقات والسعي لمكافحة تهريب البنزين الذي بلغ معدلات مخيفة يعد خطوة أساسية لمعالجة الواقع الاقتصادي في ليبيا إضافة إلى تحسين الواقع الأمني المعقد وانقسام المصرف المركزي على مؤسستين في الشرق والغرب كلها خطوات مهمة لمعالجة إشكالات ساهمت في تعقيد الحالة المعيشية للمواطن إضافة لخوف التجار من التذبذب الاقتصادي والاحتفاظ بالعملة وعدم ثقة المواطن في المصارف فإلى متى يبقى المواطن ينتظر الوفاق السياسي من أجل أن يتخلص من طوابير المصارف ويتمكن من تدبير عيشه ببساطة ويسر